أحسن الله إليكم هذا سائل يقول أعبد الله السلام عليكم الشيخ صالح وسؤالي هل يصح إسلام أو إيمان من يصلي ويصوم وهو متشكك في صحة الإسلام الشك إذا كان تردد هل الإسلام صحيح أو صحيح هذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله من أنواع الردة الشك أما إذا كان هذا من باب الوسواس الوسواس لا يضر ولا يتكلم فيه يتركه ويرفضه استعيذ بالله من الشيطان ويترك هذا الشيء